وفي عدن تتواصل الاشتباكات العنيفة في أحياء خورمكسر بين الجيش وقوات موالية للرئيس عبدرب منصور هادي كذلك أفاد مراسل الميادين بغارات سعودية مساندة لقوات هادي على أحد الفنادق في الحي على طريق ساحل أبيان وفي شمال المدينة تواصلت الاشتباكات في دار سعدة والمنصورة والشيخ عثمان وفي لحج شن الجيش هجوما مضادا لرد الهجوم على قاعدة العند العسكرية على مسارها تتواصل الغارات السعودية في اليمن وعلى الطريق نفسه منذ الأسابيع الخمسة الماضية تستمر وفي جديدها استهداف لسيارات المرة على الطرقات العامة الرابطة بصعدة بحسب مصادر إعلامية يمنية استهداف الطرقات والسيارات شكل مثار جدل في الأيام الماضية إذ كثر الحديث عن مجزرة بحق النازحين في لحج وسقوط عشرات الشهداء والجرحة إثر استهداف الطيران السعودي حفلة تقل أسرا نازحة جراء القصف حسم الكلام من خلال صور الجثث المتفحمة التي وصلت إلى الميادين ونتحفظه على نشرها لقصوتها ويبقى أن هذه الجثث المتفحمة رفعت حصيلة الشهداء التي تجاوزت الثلاثة آلاف وخمسمائة شهيد حتى الآن بحسب مؤسسة بيت الحرية في اليمن ولصنعاء أيضا نصبها والليل الذي سمع فيه دوي انفجارات عنيفة وأصوات غارات كثيفة كشف نهاره عن نتائجها إذ استهدف الطيران حيى التلفزيون وحيى الصوفان ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين وتدمير ثلاثة منازل وتحدثت معلومات عن استهداف الغارة منزل القيادي في أنصار الله واللجنة الأمنية العليا أبو علي الحاكم كما شنت طائرات التحالف عدة غارات على مناطق مختلفة منها حي الروضة شمال شرق العاصمة ومعسكر النقل الخفيف في الفرقة الأولى مدرع سابقا غارة أخرى شنتها طائرات التحالف على مديرية منبه في صعدة مع استمرار القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق المنزالة والظاهر وشدة والبقع وعلب على الشريط الحدودي هذا كله والبوارج الحربية تعمل بالتوازي قاصفة بكثافة شواطئ أبيان وخور مكسر في عدن اشتركوا في القناة